بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد لا زال الحديث عن المرأة في الإسلام وعن الشبه والمزاعم المثارة عنها وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن بعض الشبه المثارة عن المرأة في الإسلام وفي هذا اللقاء سأستكمل الحديث عن بعض الشبه الأخرى وذلك على النحو التالي الشبه الرابع وهي خاصة بمسألة التعدد عن تعدد الزوجات في الإسلام ويمكن تلخيص هذه الشبه فيما يلي يقول المثيرون لهذه الشبه إن التعدد من ابتداء الإسلام والمسلمين وهو فقط مجرد تلبية واستجابة للنزوات والشهوات ويقولون أيضا إن في التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها وهو كما يقولون يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة بالإضافة إلى أنهم يقولون إن التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم والتفرغ لرعاية الأولاد لكن قبل الرد على هذه الشبه لا بد من التأكيد على حقائق مهمة أولا نقول لهم أن التعدد حكم شرعي ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنكره أو حرمه أو منعه فإنه يخشى عليه من الوقوع في الكفر والعياذ بالله أيضا التعدد مشروط بحصول العدل بين الزوجات كما أن الإسلام لم يجعل تعدد الزوجات فرضا لا يمكن تركه ولا مخالفته وإنما جعله أمرا مشروعا جائزا لمن يرغب فيه ويقدر عليه قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ثم إن الله جل وعلا لما شرع هذا الأمر فإنه سبحانه وتعالى أحكم شرعته ونظمه تنظيما دقيقا متقنا يبعد عنه كل عيب ونقد أما ما يحصل من سوء تطبيق من بعض الناس لهذا الأمر فهذا لا يكون حج على الإسلام ومع ما سبق فإن التعدد أحيانا يكون ضرورة أو حاجة ملحة من الضرورات الاجتماعية والشخصية ولهذا شرعه الله جل وعلا استجابة لتلك الحاجات والضروريات ومنها على سبيل المثال زيادة أعداد النساء على الرجال مثلا لكثرة القتلى من الرجال في الحروب وغيرها أيضا قد تكون الزوجة مريضة أو ربما عقيم فمن الأكرم لها ولزوجها أن يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى مصونة محصنة معززة مكرمة أيضا خلق الله جل وعلا بعض الرجال ولديه قوة جسمية وبدنية ولا تكفيه زوجة واحدة وخاصة أن المرأة تمر بظروف وأعذار شرعية من حمل ونفاس وأمراض وأعراض وغيرها فجعل له الله جل وعلا مخرجا حلالا وهو مشروعية التعدد أما الرد على الشبه التي أثارها فأقول باختصار إن قولهم إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد ليس صحيحا فالتعدد كان موجودا قبل الإسلام وعرفته شعوب كثيرة كاليهود والنصارى وعمل به بعض الأنبياء كالنبي إبراهيم ويعقوب وسليمان عليه السلام جميعا بل إنه موجود في عصرنا الحالي عند كثير من الشعوب غير الإسلامية فهو موجود مثلا في أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية وفي الهند والصين واليابان وغيرها من البلاد وقولهم أيضا إن التعدد امتهاء للمرأة أو تسلط عليها كذلك ليس صحيحا بل في التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها وقد سبق ذكر بعض الضرورات التي تحتم على الإنسان التعدد فالمرأة الأولى في مصلحتها البقى مع زوجها والمرأة الثانية هي التي اختارت الزواج ولم تجبر عليه أيضا قولهم إن التعدد تنشى عنها المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة نقول أبدا هذا غير مسلم على الإطلاق لأنه قد يوجد مثل هذه المشاكل في الأسرة التي ليس فيها تعدد ووجود مثل هذه المشاكل في التعدد لا يمنع التعدد ولا يعطله لأنه حكم شرعي وخاصة مقارنة مع المقاصد المتعددة والمصالح المترتبة عليه كذلك قولهم إن التعدد يؤدي إلى كثرة النسل وبالتالي صعوبة التربية والتعليم فنقول نعم مما لا شك فيه أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة واتسعت مسؤوليات الأب والأب والأم كلما احتاجت الأسرة إلى مزيد عناية ورعاية واهتمام لكن هذا الأمر يعني صعوبة التربية والتعليم مع كثرة النسل إنما ينطبق على مجتمع تسوده الرذيلة وتنعدم فيه الفضيلة وتحكمه الشهوات ويبتعد عنه التوجيه والإرشاد أما في ظل التربية الصحيحة والتوجيه السليم فأمر التربية ميسور ولله الحمد والمنة هذا باختصار فيما يخص تعدد الزوجات وإلا في الموضوع طويل وكبير ويرجع فيه إلى المادة العلمية للمقرر وإلى المراجع المتخصصة في هذا الباب وهي كثيرة جدا أما الشبهة الخامسة فهي تتعلق بحجاب المرأة المسلمة وقبل الحديث عن الشبهة المثارة عنها الحجاب في الإسلام أذكر باختصار جملة من أحكام الحجاب فأقول الحجاب المشروع للمرأة المسلمة هو الذي يكون سابق وساتر تستر به المرأة المسلمة ويمنع الرجال الأجانم من رؤية شيء من جسدها ويقابله التبرج والسفور والحجاب في الشريعة الإسلامية فرض واجب على المرأة المسلمة وقد ثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ودلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على وجوب الحجاب لأن الحجاب حفظ للنساء وصيانة لهن من أن يتعرضن لأذى أو شر أو مطمع فالحجاب يفضي على المرأة وقارا ومهابة تصد به الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ وللحجاب في الشريعة الإسلامية شروط أهمها أن يكون ساترا لجميع البدن وأن يكون ثخينا وأن يكون فضفاضا غير ضيق وأن لا يكون زين في نفسه وأن لا يكون مطيب وأن لا يشبه لباس الرجل وأن لا يكون الحجاب لباس شهرة لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ونخلص مما سبق إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بارتداء الحجاب الساتر لجميع جسمها وعدم إبداء شيء من زينتها لغير من استثناهم الله تعالى أما الشبه المثارة حول الحجاب فسأعرض شيئا منها وأرد عليها باختصار لأن المقام لا يتسع إلى التفصيل والتعليل والتدليل فالشبه الأولى يقول المغرضون أن الحجاب فيه إزدراء للمرأة واعتداء على حقوقها وتقييد لحريتها هذا زعمهم وهذا قولهم لكن هذه الدعوة باطلة وليست صحيحة أبدا وقد سبق أن بينا أكثر من مرة أن الإسلام يحترم المرأة وأن من مقاصد الشرع في إيجاب الحجاب أن تبقى المرأة در مصونة وبهذا يكون تعاملها مع الناس على أساس الطهر والعفاف فالحجاب إذن هو لسعادتها وحفظ حقوقها لا كما يزعمون أنه إزدراء له واعتداء على حقوقها قالوا أيضا من الشبه التي يثيرونها عن الحجاب قالوا أن في الحجاب تكبيل للمرأة وهو سبب لتخلفها وأن تقدمها إنما يكون مرهونا بتحررها منه وللرد على هذا الأمر أقول باختصار ليس هناك علاقة أو تلازم بين التقدم أو التخلف وبين الحجاب فهناك نساء بلغنا درجات عالية ومرات مرموقة في المجالات العلمية والطبية والخدمية والفكرية وغيرها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وكنا محجبات فهل هؤلاء يصفن بأنهن متخلفات أبدا لم يقل أحد بهذا القول من العقلاء الشبهة الثالثة عن الحجاب يقولون أن الحجاب فيه دليل على إساءة الظن بالمرأة وعدم ثوق الرجل بها وأقول أيضا أن الحجاب إنما شرع لصون المرأة وسترها وهي مأمورة بالحجاب متزوجة كانت أو عزباء والتزامها بالحجاب فيه إرضاء لخالقها ثم إرضاء لزوجها ودويها وهذا من شأنه أن يبعث الثقة بها والطمأنينة عليها ويتبين لنا من خلال هذا العرض المختصر أن الأمر ليس كما يدعون وإن الحقيقة هي عكس ذلك تماما نسأل الله جل وعلا أن يحمي بناتنا ونساءنا بالعفاف والحجاب وأن يمنعهن من شر الأشرار وكيد الفجار والحمد لله رب العالمين